وادي هبرى بالمحمدية في ولاية معسكر أصبح هجيساً حقيقياً يؤرق فلاحي دوار ولاد بالحسنة حيث أنه بمشرد تساقط الزخاة الأولى للمطر تمتد أنظارهم لما يحمله هذا الوادي من خطر فيضانه على أشجارهم الوادي رأى ضيعنا قاعد شيناء ورأى مبلع وعدى النهار يدخل على المحمدية يقول في الحوى المنطقة إنهم يسعون حالياً إلى إنقاذ ما تبقى من أشجار ويرون خلاصهم الوحيد في تنقية الوادي على حد قولهم البكري كنا نحاوش عنه وبطيح وضروقنا نخاف منه ولا بطيح على الباراج منه يتودر يطلع لنا السجرة ضروقنا نحاوشوا بأن نجو السجرة يجأ لها عايشة شوية تطبق الوادي والوازير والرائس وقاعد نسعود اللي ينجي يقدم لنا هذا القدمة يسنسون لذوق يسنعون لباراج سوف نكلف مديريات رئيس مشروع ديوان الصرف المياه لونيد بمعاينة المكان وإذا طلب الأمر أنه يفتح هذه المنطقة التي تعرق السرايين الواد يفتحوها في الحين وعلى وقع فرحة هولي الفلاحين بتساقط الأمطار الأخيرة يبقى أملهم الوحيد في إزالة خطر وادي هبرى في أقرب الأجلة